إنما رح نبدأ بشق فني عربي بتعرفوا إنه في مجموعة من النجوم موجودين على الأراضي اللبنانية عم بيصوروا مسلسلاتهم الرمضانية كتير منهم محجورين علقوا بلبنان ومحجورين بين أهلهم وناسهم لأنه بيروت هي عاصمة العرب وبترحب فيهم ولكن بزمن كورونا هن كمان بني أدمين بعد عن أهليهم محجورين شغلهم وقف وبالوقت نفسه عنده نفس الملل والضجر وكل السيمات الإنسانية اللي مشعور فيها نحن وقاعدين ببيوتنا من هالنجوم في نجم سوري عربي عيلته بالإمارات العربية المتحدة زوجته الإعلامية زينة يازجي وبنته وابنه موجودين هناك هو موجود في لبنان النجم السوري عابد فهد عابد مساء الخير مساء الخير وتحية لكل متابعينك ومشاهدينك وعلى صحة السلامة لكل الشعب اللبناني والسوري والعربي جميعا بحي يجنيشان شكرا وبحي يجوليا وأقول لك كمان كل عام وانتي بيقالي بخير وصلت المعايدة عبد انت محجوري بلبنان وين؟ أوتيل؟ بيت؟ فندق؟ لا فندق نحن مقيمين بفندق بكسفيك هل تسرق محجور؟ 20 يوم تقريبا اخر يوم تصوير كان ب16 شهر نحن بانتظار طبعا أن تزول هذه الغمامة السوداء التي تلف العالم ونأطني قرار وزارة الداخلية ب16 شهر ان شاء الله يعني إذا فك هذا الحصار أن نعود إلى العمل أو إلى التصوير لكي نطل على جمهورنا كما هو العادة في رمضان لوين وصلتوا؟ كنت عم تصور مسلسل الساحر عبد؟ نعم مسلسل الساحر إنتاج الشركة IC Media Production نحن نصورها تقريبا حوالي 35% من العمل بس لدينا الكثير من المشاهد والمواقع التصوير الظروف طبعا كتير صعبة عبد في إشكالية عبد في إشكالية مهمة كتير في إشكالية ثمت إشكالية بموضوع تصوير المسلسلات وهي التالية أنه محشورين الشركات الإنتاج أنه يخلصوا مسلسلاتهم بوضع بأزمة كل كوكب الأرض متأزم فيه يعني مش بس أنتو الممثلين النجوم فيه كمان كرو طويل عريض من تقنيين صوت إضاءة ميك أب جافرز يعني كل هالفريق العامل بأي مسلسل رح يتعرض لخطر فيما لو أصريته أو أصر المنتج أو منتج ما أو أي منتج أنه يكفي تصوير المسلسل بدي موقفك بصراحة بهذه الدليمة يلي عم نعيشها بصراحة يعني بغض النظر عن موضوع الكورونا يعني يعيش أصبح الآن في خلايانا في أجميذتنا في عقولنا هذا الخطر الداهم هذا الوباء المستشري نعم يعني الوقوف أمام الكاميرا دون هذا الكورونا فأنت يعني تبقى متوترا وقد قد نخائف على مشروعك يعني بعد حفاظ ورحلة طويلة من هذا العمل أكيد أنت حريص على أن تخرج بمشروع أو تخرج بعمل جيد يليق بمستوى المشاهدين أو ما يتوقعونه منك ما قدمته سابقا فخوفي على هذا المشروع يعني وخوفي من كورونا وخوفي من نتائج التصوير خوفي من العدوى كل هذه تدور دائما في فئني دائما أنت خائف من أن تنجح أم لا صحيح صحيح لأنه أنت بتشتغل فني بتشتغل إحساس هناك قاتل خفي يدور حواليك يعني حالة حرب مع مع مشهول يعني في مصطلحات كتيرة يعني نعم نعم في عدولة منظور عبد خير هي معركة حياة أو موت مع قاتل مجهول صحيح كل المصطلحات تدل على أنه نحن في حالة حرب نعم عبد فهد بفهم من كلمك أنت برمضان موجود أو غير موجود من برمضان حضرتك موجود أو غير موجود بفاية هذه اللحظة أنا غير موجود نعم يعني إذا لم يكن هناك عناية فائقة وبحوصات لها علاقة بالكورونا والسويب والتحاليل ولبعد 11 شهر الحقيقة نستطيع أن نأخذ القرار الآن ليس هناك أي قرار هناك بباط والرؤية عدم عبد استشيرك من وضوع بلغني من جهة في قوى الأمن الداخلي بأنه في منتجين بلبنان عم بيكفوا تصوير مسلسلاتهم ويبدو لي بأنه قبل يومين أو ثلاثة هنه عم بيصوروا مشهد بفندق من الفنادق إجوا وغرّموا إجت دورية من قوى الأمن الداخلي وغرّموا سؤالي لحضرتك اليوم لو أنت كنت مسؤول عن الإنتاج بأي مسلسل من المسلسلات تعطي قرار حازم حاسم أوقفوا تصوير المسلسل أو بتقول لا خلينا نجرب حظوظنا ونسترق من الوقت ونأخذ المجازفة ونكمل تصوير قراري أن أوقف هذا العمل أكيد الآن نحن ليسنا في معادلة الربح والخسارة حسنت هناك كوكب بأكمله مشلول الآن لا نستطيع أن نواجه هذا هناك قوة هناك غاء لا طبعا أكيد القرار الآن في في وضع هؤلاء كل هؤلاء الفنيين والثنانين في هذه المحنة ويعني قرار يجب النظر فيه والبحث فيه طويلا نعم عبد فهد عم تحكي زوجتك الإعلمية زينة اليازي جي كل يوم كل يوم طبعا أكيد بحكي معه بتطمان عن الولاد بحكي شو أخر المستجدات شو عم تعملو الوقاية الوجود المنزل البقاء في البيت المبعوثين شو عم بيقلك تايم شو عم بيقلك تايم كل شي جديد له علاقة بحماية وكيف تحمل آخرين يعني البرامج التلفزيونية الحقيقة كثيرة والسوشال ميديا والوقاية من هذا الفيروس يعني عم انتبعه وابضي نحن يوم جيوم شو عم بيقلك تايم ابنك عم يلي قاعد تطلع من البيت بابا لا تطلع من البيت غسل يديك عمول الرياضة وعك تدخن وعك يعني يعني عم بيط نبهني الحقيقة وكأنه رجل وشاب أنا صلي أربع شهور ثلاث شهور ما نشوفه طبعا بس بيحكي معي بكل وعي ويعني ويسعدني لأنه هو وعي وحريص يعني ومتبع على نفسه والبقاء في المنزل الحقيقة يعني على صحب تلامي مثل ما بيقوله هو واجد للعالم أكتر بكتير هي الكلمة أكتر من كلمة مهم هو الالتزام الالتزام صارم لبقاء الحياة ومنع هذا الانتشار النجم العربي السوري عبد فهد شكرا لحضرتك خليك بالفندق مش بالبيت بالفندق شكرا لحضرتك شكرا لحضرتك